هذه مرأة شاكية من ابنتي لها تزوجت بمشركين مزيان تسمعوا هذا النوازل أنا كانت سمعها كثير إن الناس كي يجيوا عندي باش تعرفوا يعني أحوال المشربين في نصلت ليه بنت تزوجت بمشرك ودخلت معه في ديني لأنها المتصوم رمضان والمتصلي وتشربوا الخمر إلى آخره فلما نصحتها أن هذا لا يناسب عقائدنا الإلهية طاردتني من بيتها وسبتني أمام الناس وقطعت رحمين رغم أنني أنا الأخرى تبرأت منها في الدنيا والآخرة ما عاقبة هذه العاقة وهل ليثون في قطع رحمها أش من رحم عندها لي بقاعد بنتك تقول لي واش قطعتين رحم ديالها واش كلك قطع رحم لبنتك قطع رحم ماش يلم الأم تزار ولا تزور الأم يكي يزورها الناس يزورها أولادها مش هيعة تتقلب على أولادها مش يزورهم ولذلك هذه المواصفات كافرة لم يعد بينك وبينها نسب ما تورتك شيء وما تورتها شيء ما بقاش بينك وبينها الصلة لا ديال الدنيا ولا ديال الآخرة لا ديال الدنيا ولا ديال الآخرة فمن ارتد عن دينه فقد كفر ولا نسب له بعد ذلك ما بقاله نسب ما بقاش ديال نا هذا ما بقاش ديال المسلمين الكفراء والعياذ بالله ما الشهو هذا الحالة والعياذ بالله وتشيره لك كثير 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 معسف ضواهر والتي تلقى أنه عدد ديال الفتيات كيتزوجب الكفار وخدروا لك شهادة إسلام منزورة كثير من الأعيان كين؟ كين لك يسلم حقيقة؟ إذا ثبت إسلامه بالحق رامسين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لكن ذاك الأمر غير زوى راب تعالى اعلموا خائنة العيوني وما تخفي الصدور فلذاك كثير هذه الضواهر هذه بنظم كي يشيري الدنيا كي يشيري الدنيا بالآخرة بنيته كي يشيريها بآخرته اللي قرر هذا القرر كيتحب معمولة اللي خلقوه هذا كشي شغلوه بل أنتم يعطي النصيحة لكن ما تصل بهذا الحالة كي يلقطيها التامة